نحن الآن في منطقة الإخوة أو ما يسمى بتبة الإخوة هذه المنطقة التي تعتبر من أهم المواقع التي تسيطر عليها المقاومة الشعبية والجيش الوطني كونها تطلع على العديد من الأحياء السكنية وتلاحظون هناك بالخلف منطقة أو تبة سوفيتيل هذه التبة التي لازالت من ميليشيات الحوثي وصالحة الإنقلابية تتمركز فيها وتقوم منها بقنص المواطنين وقصف الأحياء السكنية وحسب ما تشير المعلومات أنه يتواجد فيها دبابة تقوم بشكل يومي ومستمر في خروقات واضحة للهدنة والاتفاقات التي جرت بين جميع أطراف لجنة تثبيت ووقف إطلاق النار من أجل أسرعيان الهدنة أيضا على الجانب الآخر تلاحظون منطقة المكلكل والقصر الجمهوري أيضا هي ثكنات عسكرية تستخدمها الميليشيات لقصف المارة وقصف الأحياء السكنية وتلاحظون على الجانب الآخر أيضا تبت السلال أو حي السلال هذه الأحياء التي تستخدمها الميليشيات أيضا لقصف الأحياء السكنية بشكل يومي ومستمر وممنهج الميليشيات الإنقلابية لا زالت حتى هذه اللحظات تقوم بحصار المدينة في خرق واضح لاتفاق الذي جرى بين أعضاء لجنة تثبيت ووقف إطلاق النار يعتبر هذا المنفذ أو الجهة الشرقية هي الجهة الأساسية لدخول المواد الأساسية التي كانت تأتي من جميع المحافظات للمدينة الميليشيات الإنقلابية تقوم بمنع المارة وأيضا منع المركبات دخول هذه المدينة من هذه الطريق وتقوم بتلغيم المنطقة تحسبا لأي هجوم أو لأي هجمات قد تقوم بها المقاومة الشعبية في هذه المنطقة معاناة الناس في هذه المدينة تزيد وتستمر بتزايد الحصار المفروض على المدينة الذي يمنع حتى دخول المواد الأساسية للعيش في ظل انعدامها في الأسواق وأيضا مع المساعي الحتيثة التي تبدلها لجنة تثبيت ووقف إطلاق النار بالتواصل مع اللجنة الإشرافية في الكويت من أجل تنفيذ الاتفاق الموقع عليه لسريان الهدنة وتثبيت ووقف إطلاق النار حمزة أمين قناة بلقيس تعيز ترجمة نانسي قنقر